بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول لنس والجن على الله كذبا وإنا ظننا أن لن تقول لنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتموا أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا أمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من الضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله